تستمر أكشاك طعام الشارع التي تطفي على مكسيكو نكاتها الخاصة في تقديم شطائر التاكوس اللذيذة أو سندويتشات التورتاس الغنية بالصلصات لكن من ألف وسط العاصمة جيداً لاحظوا أنه بات يفتقر إلى الألوان التي كانت تميزه وتثير شهية العين قبل الفم أحياناً قبل بضعة أشهر طلب مجلس بلدية منطقة كواتيموك إزالة القوائم البصرية التي كانت تزين الأكشاك ونقاط بيع طعام الشارع وبات المشهد اليوم رتيباً قوامه مجرد بسطات متشابهة من الصفيح في كل زاوية من زوايا الشارع وأكدت رئيسة بلدية مكسيكو ساندرا كويفاس أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق النظام والانضباط من أجل تحسين صورة المدينة